بعد تعادل السعودية قدام تايلند السعودية في صدارة المجموعة الستة بسبع نقط وتأهل لثامن منتخبات عربية من أصل عشر منتخبات في دور 16 من كاس أسيا تفاصيل أكتر عن كل المواجهات دي مع رئيس تحرير موقع 365 سكورز أحمد يحيان إزاي كمانو إزايك يا يحيان؟ عادتنا الجميلة دي بعد كل مواجه للسعودية لست مكملة شوية لست عندنا مواجهات قوية في دور 16 مواجهات إن شاء الله بعد كده الطريق حتى النهائي فليسته في مواجهات كتيرة هي حلقة داسمة المعرض هتكون حلقة داسمة حلقة داسمة وفيها كوميديا وفيها أحداث وفيها دراما وفيها تفاصيل كتير وفي مواجهات عربية وعربية في دور 16 بسيخلينا نبتدي زي ما كل مرة نبتدي بمنتخب السعودية والنهاردة يا يحيان ماتش انتهب بتعادل سلبي وفيه تغييرات كتيرة فيه التشكيل فيه ضياع كتير لضربات جزاء أو لأهداف والجاية بعد كده عايزة تدينا كده نظرة عامة عماتش النهاردة طيب هو البداية زي ما انتهي قلت بمنتخب السعودية مباراة انتهت تحادل سلبي والمتوقعين من سعودية لعبة التلات نقط لكن منشيني فكر فيه ما هو أبعب من ذلك فكر إنه هو يريح عدد لبأسة به من اللعيبة فكر إنه هو يجرب سالم الدوسري في مركز جديد نفس طريقة اللعبة مع اختلاف العناصر يعني من تشكيلة الأسية كان موجود في البداية علي البلايهي وسالم الدوسري أعتقد بس اللي كانوا موجودين من التشكيلة الأسية طب أنا عنتي ملاحظة على ده يا حي هل ده كان صح يعني منتخب السعودية كل اللي لعبوا ثلاث ماتشات النهاردة كان ماتش التاريت يعني لعبوا بس ماتشين هل ده كان الوقت إنه إحنا نجرب تشكيلة دي ده أو إنه إحنا نريح لعبين وإحنا داخلين على التئيد يعني كان كل ما اللعبة تنسجم أكتر ده مثلا يكون أحسن ممكن نحاول نسلي لعبة تلعب في مراكز ثانية يعني نكتشفهم بشكل مختلف زي ما أنت ما قلت سالم الدوسري مثلا ده كان قرار موفق ونا تكتو كانت موفقة هو ما فيش رفاهية لده يعني ما فيش رفاهية إن أنا دلوقتي لو اللاعب لقدر الله وقع مع ضغط المتصوط إحنا بنتكلم عماطش كل ثلاث يام تقريبا فمهم جدا إنه إنت يبقى عندك الدكة بنفس مستوى الأسين أو ما يبقاش فيه فارق كبير ما بين اللعب الأساسي واللعب الدكة النهاردة معلشه إحنا هو دوت مش بيتعامل برضو في المعسكرات الإعدادية للبطولة بس إحنا عارفين إنه دوت ضغط المباراة يعني إحنا عارفين إده تتابع الأحداث أو ده تتابع المباراة في البطولة وإحنا أكيد الناس اللي انضمت للقايمة هيمتأكدين إنه الأساسي سيء اللي احتياطي بص يا مونار مش مش هختلف دي فيه وجهة النظر ممكن اللي اتنين يبقى صح الأصح بقى ده بيبقى على قرار جهاز فني بكادت منشين يعني هو مثلا سالم الدوسري وهو سالم الدوسري لعب أساسي وهو أهم لعب في المنتخب السعودي بس هو جرب سالم في الضريقة إحنا تكلمنا فيها في الحلقتين اللي فاتوا إنت محداك تخلي سالم وشه للجول ما يبقاش سالم متسلم للمدافعين فهل اعتمد على العدب من اللعبة يعني واسلا منشيني موجود في المنتخب السعودية مش لمجرد الفوز بكاس أسيا هو مطلوب منه إنه هو يجهز جيل جديد يقود المنتخب في السنين اللي جاية خصوصا إن الوضع صعب مع وجود عدد اللعبة الأجانب الكتير ففرصة مشاركة اللعب السعودي مش كبيرة النهاردة مثلا اعتمد على عبدالله رديف أساسي بكود الهجوم إحنا عمنا نقول صالح الشهري ولا فراس البريكان صالح صالح لعب ماتش وفراس لعب ماتش النهاردة لعب عبدالله رديف بقى ضربة جزاء وهدفين كان فيه سوقحات بس دي هنتكلم معنا بعد شوية الأهم من ده موضوع ضربة الجزاء دوت واللي حصل ما بينه ببينسلم الدوسري اللعبة اللي بتشوت دربات الجزاء فسالم كان عايز يدعمه ولا سالم كان عايز يديله ثقة ولا سالم أصلا ادايه إنه فيه أصلا طب أنا المعروف إنه أنا اللي بشوت دربات الجزاء فعليزين نوضح دي بردو بس يا منهور يعني بردو اتكملا بس لنقطة لو كتبت كما للميلها سريعا بخصوص الجيل الجديد يعني مش بس عبدالله رديف هتكرم على عبدالله رديف بس طلال حجة مثلا لعيب موليد 2007 عنده 16 سنة ده جيل النقطة اللي أنا بدأت بها كلامي كيادة جيل جديد لمنتخب السعودية راغد النجار شارك النهو ده ما كان أحمد الكسار فيه لعيبة زي عون السوري شارك في الدفاع عبدالله الخيباري غير مركز وفي سلغام دي لعب أساسي لأول ماتش في كاس أسيا السنة دي بمناسبة ضربة الجزاء أنا شخصيا بفضل الترتيب يعني حتى لو اللعب الأساسي أين كان اسمه بقى سواء سالم أو عبدالله أو أي لعب تاني هو رقم واحد وضربات الجزاء فمنطقي هو اللي شوت حتى لو بيضايع طالما فيه ترتيب من المدرب برة لما بيحصل اختلاف عادة في أرض الملعب النتيجة بتكون أنه ضربة الجزاء بيضيع ودي أمثلة كتير قوي وإنت لو بتشوف رد فعلة منشيني والجهاز الفني على الدكة برة ده يعرفك إن اللي بيحصل ده ما كانش مترتب ومش متوافق عليه أنه يحصل فاكرة يعني تيما ما فاتت الحلقة اللي فاتت كنت فتوليت لازم كل حلقة ريال مدريد لازم كل حلقة ريال مدريد نفس اللي حصل بالزبط نفس المدرب الإيطالي أنشلوتي مدرب الإيطالي منشيني للسعودية وريال مدريد في بداية الموسم جيروا دريجو مسج ضربة الجزاء في ماتش سلتة فيجو وكارلو أنشلوتي فضل زع لأن خصوصا ضربة الجزاء ضاعت وكان المفروض لوكا مدريتش هو بعد كده أنشلوتي قال ترتيب ضربة الجزاء حتى لو مدريتش بعدها شاط وضيع يعني ممكن المطش اللي الجاي يلا قد أمش بفقر طبعا المتخف سفاديوس ممكن سالم يشوت ويضيع بس ده مش معناه أن سالم سايف ضربة الجزاء هو لازم يبقى فيه ترتيب لما بيحصل خلل في البداية عبدالله رديف مسك الكرة هو عايز يشوت مهاجم شاب بشارك أساسي فعايز يثبت مع منافسة لعيبة كبار إن هو يستحق المكان الأساسي فإن هو يسجل هدف هو أسبك بإن هو بيشارك تسجيل هدف يا مونور برضو في كاس أسية برضو ليه طعم مختلف فأمسك الكرة جي سالم أعتقد إن حصل النقاش ما بين الاتنين اللعيبة مين اللي هيسدد فأم سالم واخد الكرة أعتقد بناياً على الترتيب أعتقد إن سالم شايف إن عبدالله كان متحمس أممكن يكون اتدايق من جوافه أحب يديله السقة بس للأسف يعني عادة هو حلو إن يبقى فيه روح كويسة وطيبة ما بين اللعيبة إن أنا أدي لقى بتاني يسدد دي روح جميلة بس للأسف حطت عبدالله دحت ضغط عبدالله نفسه بعد ما داع ضربة الجزاء بقى عنده شغف ورغبة أكبر إن هو يسجل ودخل له هو نفسه متنشن شوية يعني هو نفسه سجل هدف وتلغى وسجل هدف تاني وتلغى برضو بسبب الفور فعبدالله في المجمل لو ما كانتش في القطة ضربة الجزاء وإن هنقولك كسبنا مهاجم جديد صغير وإن حاسة كمان يا إيح إن برضو سالم نفس الضغطة اللي على عبدالله رضيف كان على سالم لإن هو النهاردة بيلعب في المركز تاني وفيه ضربة الجزاء فهتحدي إن عايز يزبط نفسه سالم برضو كان مضايا ضربة الجزاء قبل كده قدام بولندا فزي ما فيه ضغط على عبدالله كان فيه ضغط على سالم وفي الحالتين يعني ضغط جزاء بس الضغط مختلف من أولين نجي نتكلم عن ضغط في كاس عالم في مطش ضد بولندا وإنت كنت كذبان الأرجنتين قبلها فكان ممكن وقتها منتخب السعودية تأهل في كاس العالم غير إن أنا في مطش أنا متأهل متصدر المجموعة فسالم حد يعني سالم موارد حد من ضغط أقالي بكتير وسالم نفسه متعود عن ضغطات سالم دايما رجل المطشات الكبيرة سواء مع الهلال أو مع المنتخب السعودي فأتأكد إن تضيع ضرب جزاء من عدم وما بيقصرش على سالم الدوتري هو حبة أكتر يدت خصوصاً إن عبدالله كان لعب شاب في الهلال ومعارض للشاب فهي روح حلوة نحب نشوف روح الحلوة دي بس بعد كده الالتزام التزام بتعليمات المداري عايز أكدك بقى من كلامنا عبدالله الرديف عن سالم الدوتري لعبد الرحمن جريب عبد الرحمن جريب كان جريب إنه هرده في الفرص الجميلة اللي كانت بتجيله والعرضيات اللي كانت بيعملها والأهداف اللي كانت بتقول جدايا كلمني عبد الرحمن جريب هو عبد الرحمن شارك بنفس الطريقة اللي شارك فيها سالم في المطشاط اللي فاتت يعني عبدالله عبد الرحمن غريب كان هو المهاجم التاني الموجود في دل عبدالله رديف فده برضو مش مركز عبد الرحمن غريب إحنا في الحالة اللي فاتت لو الناس فاكرواهم تبعينا إحنا قلنا إيه لعب سالم وعبد الرحمن بس إيه بقى الاتنين جناحين مش سالم لها بواسط تالت عبدالله الخيباري مركزه الاساسي نص ملعب هو بيحاول ان اللعيبة تلعب اه بس وفقا للسيستم اللي هو حطه قبل البطوله هو ان اللي انا حسيته برضو ان هو منشيني عايز يكون اي ظرف اتعرضت لي اللعيبة في احداث المطش فلتعرف اللعيبة انها تغير مراكزها وتقدر تقدر تقدم نفس الطريق صحيح يعني ده اللي استشفيته من اللي كان بيحصل وده اللي حصل كمان في بقية المراكز سريعا كده هنلاقي انه في حراسة المرمى فيه تشكيل مختلف عن تشكيل المطش اللي بات النهارده في حراسة المرمى راجد نجار عبدالله الخيباري قدام مع عونس لوسي وعلي البنيهي وبعد كده في قدام في قط النص فاوز السجور كسر الجندي مخترع علي سلم الدوسري حسن قادش وفي الهجوم عبدالله الرديف وعبدالرحمن جريب مزبوط يعني اكتر حاجة تتلاحظ بخلاف الكلام اللي قلناه ومركز عبدالله الخيباري كقلب دفاع وعبدالرحمن كمهاجم تاني مع عبدالله رديف هو مشاركة في حواز السجور في نحيا اليمين ومشاركة حسن كادش في نحيا الشمر تكلمنا عن مشكلة الكورة الصعودية في عدم وجود ظاهر ايسر والماطش الاولى فواضح ان لسه منشيني ما استقرش الماطش واولى لقب ناصر الدوسري كأوين جيباك وهل هيكرر ده بعد كده بس هو كان واضح التشكيلة لشاركة النهاردة ما فهمش غير اتنين لعيبة بس أساسين اللي هم سالم وعلي البلاي ممكن نعتبر عبدالله الخيباري واحد من اللعيبة الأساسية شارك في المباراة الأولى وسلاعب أساسي في نص الملعب فأعترك كان بيكمل بيت تشكيلة حسن تنبكتي غياب النهاردة للإصابة فلا يعني واضح ان هو كان بيجرب وهمه أكتر ان مواجه الدول الستاشر ايه تحددت ان هو العبدالدكورية الجنوبية فهم محتاج رأيحلات على ترتيب المجموعة دلوقتي السعودية في الصدارة بسبع نقط بتيجي بعديها طايلند كمس نقط والجريب ان منتخب عمان اللي في المواجهة الاولى بين السعودية وعمان كان متقدم عمان معها تلت نقط وخلاص كده عمان من المنتخبات العرب معهم تلت نقط اتغلبوا من السعودية وتعادلوا معهم نقطتين اوه فهو كده عمان خارج اصلا مفاجأة غير غير متوقع بالنسبالي منتخب عمان قبل بداية البطولة كنت متوقع هو والسعودية واحد يوم اول واحد يوم تاني المجموعة فان احنا نلاقي منتخب عمان هو مجمع النقطتين بس كمان انا نشوف منتخب عمان في المطش الاول ضد السعودية وان منتخب عمان كان متقدم ومنتخب السعودي كسب بريمونتادة في النهاية ما اختيدرش تقول ان المنتخب ده هيجمع النقطتين بس ما اختيدرش يكسب تايلاند وكريغستان نحن كنا نتكلم من السعودية هتبقى أول والتاني وعمان يعني بس هو واضح المسعودية أكيد هتبقى السعودية هو واضح ناتواني كانت بس هتعاني مع منتخب عمان اللي كان خص مصعب في تصفيات كاس العالم اللي فات قطرة 2022 والغريب مطش النهاردة بين عمان وكرغستان جل التعادل غلطة غريبة جدا من الدفاع وحرص المرمى فإحنا هرضلك للشعب العماني بعد كده يا يحيى ما خرج منتخب عمان من مقدرش يوصل لدور الستاشر وفيه كمان كروج لمنتخب لبنان زي ما كنا منتكلم في الانترو بتاعنا إن كده فيه ثمن منتخبات عربية من أصل عشر منتخبات بيتأهلوا لدور الستاشر وكمان فيه مواجهة هتكون ما بين منتخب العراق والأردن وفيه مواجهة تانية ما بين قطر وفلسطين يعني فيه مواجهات عربية عربية كمان عايزك تقولي شايف إزاي مواجهات دور الستاشر ومش عايزين ننسى نحن نتكلم عن الدراما والكوميديا اللي حصلت في المجموعة الست الكامسة لمجموعة اليابان كل الناس كتعايزة تهرب من مواجهة اليابان تقريبا في دور الستاشر وفي صراحة ده أنت تقولي يا مونار أبو أكتر وصفي لئة اللي حصل ده إنه هو كوميديا معافش كوميديا تدحك ولا كوميديا سودة إن الثلاث منتخبات خايفين يلعبوا اليابان هوس اليابان أنا مش ممكن خايفين دي مبلغة شوية ما سمعش تعاوه واحدة حدا كده اليابان يعني منتخب معايا أربع ألقاب وكل الناس كتدخل عامل حساب اليابان يعني في حين إن العراق كسبتهم يعني والعراق ما شاء الله بالعلامة الكاملة تسع نقط في المجموعة بتاعتهم بيتصدروا فاليابان برضو من المنتخبات اللي لي هتقولها خلينا نتفق إنه هو خصمي مش سهل هو من سنة 92 اليابان دايما موجودة في الأدوار اللي البسائية ويابان ماشي كل الكلام ده كلام جميل وده سبب اللي احنا نقول كوميديا سودا يعني خلينا كده نشرح الموضوع السريع قبل بداية الجولة الأخيرة منتخب البحرين تمام معها ثلاث نقط هي العبدالد الأردن اللي هي ماشية في البطولة بشكل كويس ومتوقع إنها تتصدر المجموعة بعد تعبدونا مع كوريا في الجولة اللي فاتت فأعتقد إن لسان حالي المنتخب البحريني إن أنا تمام لأنا لو خدت نقطة أصعد من أفضل توالد أو أصعد بشكل عام ده شيء إيجابي جدا خلس اليوم لقينا إن منتخب البحرين هو اللي في الصدارة منتخب البحرين هو اللي في الصدارة كده أنا جيت إزاي في الصدارة لا الموضوع غريب حسن كوميديا وأحداث أمم أفرقيا سماعت دلوقتي على أمم أسيا اللي هي الفرق اللي بتبقى خلاص خارجة برى البطولة بعد المطش بنلاقيهم عادي تصدروا كأفضل توالد أو في المركز التاني كمان الدحك الأكبر إن إيه امتخب الأردن دخل المطش بتشكيلة مريح موسى التعماري وعدى بملعب الأسئل مفيش مشكلة أولا كده كده ضمن التأهل بالأربع نقطة اللي كانوا معين تأخب البحرين اتقدموا واحد صفر وكان واضح إنه منتخب الأردن ما عندوش الشغف أنا مش عايزة تعالي أسمع ليش يعني إيه 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 لو إتأهلت تاني هيعابل للسعودية فمنتخب الأردن أنا حايز إن الطارجت بتاعهم قبل المطش أنا يا ربنا هتأهل ثالث فهو قوي نقم قبل منتخب العراق مطش مش سهل صعب إيه ده أن الصعودية لو قده كان طارجت وكان ممكن يقابل منتخب قطر بالمناسبة بس كوريا الجنوبية في الشغف الأول متقدمة على ماليزيا والبحرين متقدمة على الأردن الشغف الأول الخاص أعتقد إن الجهاز الإداري في كوريا الجنوبية حد شرح اللي بيحصل في مطش الأردن فلا كده ده عايزي لبيس نانا بقى مع متخب اليابان صح طب نزلنا الشوت التاني لأن لعيبة كوريا عملة توسع توسع ولعيبة ماليزيا يعني متخب ماليزيا أضعف منتخبات المجموعة هل منطوكي إنه متخب ماليزيا يسجل مش هولي يتعادل أو يسجل ثلاث جوال في كوريا لا لأنه لعيبة كوريا بتوسع بتوسع هبا كوريا بتصممين إن لعيبة ماليزيا حتى لعيبة كوريا الجنوبية وعب من على الخط علشان كوريا تخش جول بعدها يقوم دينهم ضرب الجزاء في ماليزيا تتقدم اتنين واحد كل الناس لحظت إن كوريا بتسلم الماطش للماليزيا فكوريا لأ أنا سمعيتي قدام العالم هتكون عاملة ازاي فمنتخب كوريا جاب التعادل بس برضه مش بمزاجهم هو لعيبة ماليزيا حطيتهم في نفسهم فده يبين إن لعيبة ماليزيا قدراتهم أقل من إنه هم يسدوا قدام كوريا بس كوريا عايزة تباين يا جماعة هنا بنلعب كوريا قدراتهم أقلية لكن المباراة خليتهم يبينوا بشكل أفضل بكتير من حقيقتهم والدحكة جمان بايا يا مرار إن الجنة بعد ما نتجة بقت اتنين اتنين خلاص أنا ككوريا مرضي بعيدت عن اليابان وأنا كماليزيا خدت نقطة فهبا أه هبا نلاقي ماليزيا قد تضرب الجزاء لكوريا في الوقت اللي هو نهاية المباراة كوريا تقدمي تلاتة اتنين الديئة 95 كوريا هتلعب اليابان خلاص لقينا إن ديئة 90 زائد 15 كوريا لا والله ده ماليزيا يعني تفضل جيب جول نتيجة بقى التلاتة تلاتة الكاميرا جات على مضارب كوريا بعد جول ماليزيا التالت كان بيتحد فنيجي نبص بقى النحاة التانية متخب البحرين كان داخل أنا عايزة بقى ماركز تالت واتقاحل لا أنا نفسه بصدارة المجموعة أنا فرحان كان ماركز تالت كان هيلعب مين كان مكان الأردن دلوقتي كان هيلعب العراق بس هنلاقي إن البحرين مش عايز تدخل السرور على قلب الشعب البحريني يتفضل يتفضل ده لتصدرت المجموعة بعد ما منتخب البحرين بقى متصدر المجموعة لا يا جماعة أنا دغفلت أنا هنا ولا هاني أنا اللي هلقاب اليابان دلوقتي الموجهات بقى يتعاملة زي دلوقتي في موجهات دور الستاشر إيران هتقابل سوريا ومنتخب البحرين هيواجه منتخب اليابان دي خلاص رسميا عارفة يا مونار الكوميديا ممكن تبقى فيها أكتر إن المتخب البحريني يكسب اليابان يكسب اليابان بجد بجد دي كده تبقى متصرها اللي هو أنا مش جاي دي أهدافي بس انتو بتحلمي عارفة هم الفكرة إن المتخبات التانية مساكين ما عندهمش أيمن حيسين وأكرم عفيف أيمن حيسين كسبه مساكين أكرم عفيف كسب اليابان في نايا أسي 2019 فعني عادي يعني هو متخب كده بس ممكن بس تحصل مفاجأات البطولات كلها بتحصل فيها مفاجأات وفي مواجهة لقطر قدام فلسطين وفي مواجهة لأسباكستان قدام تايلاند جميلة مواجهة كتر وفلسطين يا مناور إن منتخب فلسطين موجود في دوريال 16 طبعا في زل ظروف صعبة اللي بيمروا بينها تقريباً دي المرة الأولى منتخب فلسطيني تقهر دوريال 16 ومنتخب بسوريا المرة الأولى في تاريخهم منتخب دوريال 16 أول فسحة أو في تاريخهم على منتخب هونكون هنا بنتكلم إن مجرد تواجد منتخب فلسطين إن هو يشارك في البطولة دي كيف مجرد معجزة فما بالك هو أبعب من ذلك إنه يكون موجود في أدوار إقصائية ضد منتخب كتر وممكن يكون عند فلسطين الطموح كمان إن هي تقدر تعدد كتر أي نعم كتر برضو وصلوا بالعلامة الكاملة 9 نقط في صدارة مجموعاتهم بس يعني ممكن يكون الدافع جواهم هم اللي خليهم يعدد هم ورسلوا رسالة للعلامة كله إن ما فيش مستحيل ورسالة يعني زي ما فيه معجزات بتحصل على أرض الواقع بنشوفها لقينا معجزات تانية بتحصل في الكرة فتحية كبيرة بصراحة للشعب الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني يستهلوا يفراحوا والمنتخب الفلسطيني نفسه وصل حتى لو للحظات البسمة على وشوش الشعب الفلسطيني فبصراحة كان لازم نتكلم عن الإنجاز ده مشاركتهم زي ما قلت إنجاز فتخيال يفوزهم فإحنا كلنا تعطفنا مع الشعب الفلسطيني طبعا استكمال المواجهات هيكون فيه مواجهة لأستراليا قدام أندونيسيا وأعتقد استراليا في طريق السعودية صح؟ صحيح الكسبان من مطشر السعودية وكوريا الجنوبية وطريق السعودية صعبة ببدا وكوريا بردو مش مواجهة مش هتكون هم بايضوا عن اليابان اليابان كانت ما كانتش في طريق السعودية لا مش اليابان هلا في طريق السعودية كوريا الجنوبية آه بالضبط هم هيواجهوا كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية هتلاعب الأردن كوريا الجنوبية هتلاعب السعودية سوري هتلاعب السعودية بالظبط. هي السعودية لو كانت مركز تاني كان ممكن تصطدم. ده برضو في سيناريو المجموعة جالبا ما كانش هيحصل. عارفة. المناقشة دي ما كانتش هتحصل لو ما فيش توالد. ايوه. كنا اول وتاني بيتأهلوا اول الاولى بيلاقى التاني التاني. انا محنا دلقتي احنا نفسنا تايهين. قاعدين بنفسك الحسابات اللي هو التاني بيلعب مين والاول بيلعب مين. استراليا هتواجهها اندونيسيا زي ما كنا بنقول. وفي مواجهة للعراق قدام الاردن. كنا نتكلم طبعا العراق. وبمناسبة انت بتقول سليم الدوسر ضيع ضربات جزاء. ايمن حسين. صحيح. ضيع ضرب الجزاء في موارات فيتنام. ورجع سجل ضرب جزاء تاني. ورجع سجل تاني. فعاد ان اللاعب ان هو يضيع ضربات جزاء بس لسه عنده الثقة ويقدر يسجل تاني. صحيح. والعراق ماتش فيتنام ده برضو كان ماتش من الماتشات المميزة والعراق بالنسبة لي بذكريات الفين وسبعة كده بنفتكرها. فيعني. خصوصا كمان هم بدأوا الماتش. هم بدأوا الماتش بتعديلات كت عالتشكيلة الاسية. لا ان الماتش بيفلب منه. نزل بعض الاساسيين منهم ايمن حسين. اه جاء ضرب الجزاء ضياح ايمن بعدين ايمن رجع سجل موارات تانية. الفكرة دلوقتي لما بنيجي نتكلم عن ايمن تحديدا ايمن كان مصاب وفيش شكوك ان هو يلعب الماتش ده لانها بيلعب في فورما عالية بيسجل هدفه الخامس وبيكون هداف النسخة الحالية من كاس اسيا. بيفكرنا وكلنا بيونيس محمود. فامتخب العراق انا بعتقد ان هو واحد من المرشحين بكوة هيصطدم بالاردن وجوب موسى التعمري. بس انا مش هعرف اللي حصل من الاردن في الماتش الاخير ضد البحرين هو اسلح زوحدين برضو. انا ممكن دلوقتي لو كنت اكسبت كمعنواتي تبقى مرتفعة اكتر. تلاتة خصوم سواء السعودية او اليابان او العراق تلاتة صعبين. فانا دلوقتي ممكن وانا مش مقدرتش افوز ممكن ده اصل على المعنوات اللي عبتي بالسلب. فهنشوف في الماتش اللي جاي. بص يا يحيا احنا هنكتم دلوقتي بس سريعا هتقول لي مفاجآتك كده او توقعتك بسر لكل مواجهة من المواجهة. يلا بينا. ايران وسوريا مين هيعدي? او انا بنتمنى سوريا بس الواقع بيقول ايران. ما تفكرش. ايران ماشي. البحرين واليابان? اه اليابان. اليابان. قطر وفلسطين? او انا نفسي اقول فلسطين بس اعتقد كرويا قطر. ماشي. اوزباكستان وطايلند? اوزباكستان. اه طاجكستان. تاجكستان. يعني عدنا من كرجستان. طبع كانوا بيت. ماشي. الامارات هتعدي. عشان هنقولها بش. بس بعد كده. عشان نقولها. تبقى في ريديو قطر وشيكستان. هتعرف تقولها? لأ ليه مرات. العراق والاردن? العراق. استراليا واندونيسيا? استراليا طبعا. السعودية وكوريا الجنوبية? والسعودية عشان نفضل نكمل كل حلقة كده كده هنطفع عشان نكيب الناس. ده كان كل كل كلامنا عن مواجهات دور الستاشر وع مبارات السعودية. شكرا ليكم. ما تنسوش لايك. سبسكرايب. فعلوا جرس التنبيهات. لا على فكرة فعلوا جرس التنبيهات دي سبسكرايب. فعلوا جرس التنبيهات. ونتقوم بالحلقة الجيدة. شكرا. سليم.